قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الصراع اللي حاصل بسبب إصدار تطبيق فرز الجديد والكلام على أنه هو قاتل التويتر زي ما قالت طبعا الصحف الأجنبية وده بيقول لنا أن السوشيال ميديا كل يوم بيكون فيها جديد والحقيقة أنه حجم السرعة والتطور اللي بيحصل فيها بيأثر على حياتنا كلنا بشكل مش طبيعي وكمان خلل السوشيال ميديا مكان مهم جدا في سوء العمل وبقى لها وظائف ومصطلحات خاصة بها هي وبس ومن ضمن الوظائف دي هي السوشيال ميديا أكسبرت أو خبير السوشيال ميديا زي بالضبط ضفنا اللي منوارنا النهاردة في الستوديو واللي صفحيته عليها السوشيال ميديا عدد كبير جدا من المتابعين واللي بيكونوا مهتمين دايما أنه هم يسمعوا نصايحه ويسألوه عن كل تفاصيل السوشيال ميديا معينا علي عثمان خبير صفحات التواصل الاجتماعي 50% من الناس اللي شغالة في الماركتينج مش هيكون عندها شغل في خلال سنة لو ما تعلموش يستخدموا تشات جي بي تي تعال نشرحه بحاجة بسيطة جدا هو عبارة عن كمبيوتر كبير جدا وقوي جدا من الآخر ممكن تسأله أي حاجة ويجاوبك عليها تقدر كده تقول زي جوجل بس أقوى 70 مليون مرة يعني مثلا أنا عندي شركة سوشيال ميديا وبي آر ممكن خش أكتب هاتلي 15 فكرة بوست على السوشيال ميديا للأوتيل الفلاني لو أنت شغال في الماركتينج لازم دلوقتي حالا تبتدي تتعلم تشات جي بي تي وكيف تستخدمه ياما في خلال سنة ممكن تلاقي أنت معندك شغول هناك سلسلة الفيديوهات الجاية كلها هاتب على تشات جي بي تي وتقدر تستخدمه كيف عندك في الشغول زيكي علي؟ الحمد لله عامل ايه؟ زي الفير الحمد لله كله كويس أنا أول حاجة عايزة أعرفها منك أنت ازاي دخلت السوشيال ميديا درست ايه؟ وإيه اللي دخلك السوشيال ميديا؟ أنا بعش على السؤال ده يعني عمتا يعني أنا ابتديت أيما كنت ستودينت في الجامعة أيما كنت طالب يعني في الجامعة درست بيزنس بس كان التخصص بتاعي فاينانس كان يعني التخصص بتاعي ما لهوش علاقة بالماركتينج أو صفحات تواصل اجتماعي نهائي لسبب ما أن أنا كان في يوم من الأيام كان نفسي بعندي شركة فكان لازم يبقى عندي خبرة في الأرقام يعني كان لازم يتحط قدامي مثلا حسابات أرقام أقدر ايه؟ أخد ودي مع قدامي في الموضوع ده فخدت القرار أن أنا أبقى الدراسة بتاعتي في الفاينانس أو التجارة يعني عمتا شوتر أكيد طبعا في الأرقام بنحاول يعني أنا ضايع في الأرقام يعني ده مهم جدا لازم تبقي عندك باكراوند في الأرقام طبعا وفي نفس الوقت أنا كان عندي شغف أو كان عندي passion أو كان عندي حب للماركتينج أو صفحات تواصل اجتماعي أيام ما أنا كنت في الجامعة وده اللي ابتديت أقوم بي كتجربة ابتديت أجرب ابتديت بصفحة صغيرة على الانستجرام ابتديت بتلاتة فولورز والدي والدتي وأخويا كلام ده كان في 2010 كانت صفحة بسيطة جدا كانت بتنزل نكرة يعني كان بتنزل ميمز اللي هو المسمى دلوقتي بتاعها بأسمه ميمز فابتديت أنزل الحاجات دي على الصفحة الصفحة بتاعت تكبر يوم ورا يوم ابتديت تزيد فده داني الخبرة أن مثلا لما ييجي حد يقول لي علي طيب إحنا عايزينك تساعدنا في صفحات تواصل الاجتماعي بتاعتنا أنا عندي مطعم مثلا أو عندي أوتيل أو عندي شركة عايزينك تساعدنا في صفحات تواصل الاجتماعي دايما بيبقى في حتة كده ورينا أنت بتعمل إيه أو اثبت لي أن أنت كويس أو اثبت لي أن أنت خبرة فزمان لو بكلمت مثلا في 2010 11 12 كان بالنسبة لي أنا لسه ما عنديش سي في زي ما بيقولوا فأنا كان السي في بتاعي هي الصفحة اللي أنا أمتها من غير مكفى أي تمويل خالص من الصفر اللي النهاردة بقت حوالي 800 ألف فالو فهو ده كان أساس اللي خلاني أبتدي المصار بتاعي في السوشال ميديا وأدى أنا بقت شركة الحمد لله والشركة بقت اتنين طيب لما روحت أنت بتقولي في الأول خالص ما كانش في حد عندك غير باباك وممتك وأخوك طيب لما أنت روحت لأهلك وقلت لهم أنا خلاص يا كمان أنا هشتغل على السوشال ميديا بس كان إيه رد فعلهم خصوصا أن الأهلي يعني بحس أن هما لسه شوية وانت بتقولي 2010 يعني ما كانوش لسه داخلين في قصة السوشال ميديا بلاتفورم ويعني الحاجة دي ممكن تخدهم يعني صح طبعا وده زي أي أهل يعني ده الطبيعي أن الأهل بيبقوا خايفين على أولادهم يعني خايفين ياخدوا قرار غلط خايفين ياخدوا قرار مش وقته يعني أياً كن بس ده ده الطبيعي ده حب يعني فأعدت مع أهلي أنا كساعدتها كنت شغال في شركة يعني يعني أنت كمان سيبت الشغل آه يعني أنا اشتغلت اشتغلت مرتين في حياتي بصراحة والمرتين ما كانوش يعني في المكان الأولين عادت شهرين في المكان الثاني عادت شهر فمعادتش كتير يعني آه فأعدت مع أهلي يقولت لهم يا جماعة أنا شايف أن أنا عايز أكمل في مجال السوشال ميديا فأنا حاس أن أعايز أستقيل وكده طبعا كان فيه خوف يعني كان فيه سنة خوف آه بس يعني أنا أقدر أتفاهم يعني أكون متفاهم يعني بالنسبة لهم اللي هو إيه كل السوشال ميديا وكل بتاع لوه فيه ناس فشلت فيه ناس تاعفى والجيل غير جيل طبعا طبعا فروحت قلت لهم أنا عندي حلم أن أنا أبقى أكبر خبير سوشال ميديا في مصر ويبقى عندي شركة إدارة سوشال ميديا وشركة إفنس ونعمل حفلات ونعمل كذا ونعمل كذا فطبعا كانوا خايفين بس دوني السابورت يعني كانوا خايفين جدا يعني يقولوا لي يا ابني أنت متأكد اللي أنت بتعمله أنت تواعي أنت تسيب شغل باري ستيبل وسلري كويس جدا ويعني يعني المرتب كويس وشغلنا مضمونة أه المرتب كان كويس جدا الحمد لله وكان لها كارير باث بقى وترقيات وكل حاجة بس أنا ما كنتش لعي نفسي في الشغل ده وهم احترموا ده جدا قاعدوا وقالوا لي إحنا رأينا عكسك بس يعني في الأوى في الآخر هنديك السابورت وحصل كده فعلا الحمد لله وصلت وهم ما ندموش بقى ما ندموش خلاص لا بالعكس يعني هم من أكتر بابايا ومامتي وأخويا أكتر الناس بتبقى يعني فخورة بيا في قصة الناس وتبقى عارفة القعدة دي بتاعت اللي هو أنا ابني عارفة عنده 800 ألف فالو صح بتبقى كده يعني هم الاتنين بابايا ومامتي يعني وأخويا طبعا فخورين جدا بيا الحمد لله الحمد لله طيب انت بتقولي ان انت بتديت 2010 خلينا متفقين ان ده تقريبا من 13 سنة وكل يوم السوشال ميديا بتتعرف أكتر والناس بتدخل فيها أكتر على مدار الوقت طبعا صح فالفين وعشرة لما حد كان بيجي يسألك انت بتشتغل ايه كنت بتقوله ايه والله يا فالفين وعشرة كنت طالب بس لما كانوا بيجوا يقولوا لي كنت بشتغل ايه كنت بقولهم انا يعني بشتغل في السوشال ميديا اه ايه بقى يعني كان لسه ما فيش لسه مسترح معالمها لسه ما كانتش تلعت بس شغال في ايه شغال في سوشال ميديا عشان خطر يعني ده الحد دلوقتي حتة سوشال ميديا اكسبرت مش ممكن ما تبقاش مفهومة لكل حد يعني خبير السوشال ميديا بالنسبة بتهيق لي معظم الناس انه بيبقى فاهم ان هو ليه علاقة بالسوشال ميديا ان هو ممكن يكون بيزبط لك البروفايل بتاعك وكذا لكن هي واضح ان هي فيها تفاصيل كتيرة جدا هنعرفها منك لسه الناس ممكن تكون مش كل الناس عارفة ايه هي تفاصيلها صح طيب ايه الصعوبات اللي وجهتك في الاول اول ما ابتديت شغل طبعا انا فتحت الشركة يعني قائمة بذاتها وشغالة وضرائب وكل حاجة في 2016 تمام اول حاجة واصعب حاجة ان انا انا في 2016 كان عندي كم سنة انا دلوقتي 29 فا احنا بنتكلم من سبع سنين او حاجة كده كان عندي حاجة 20 سنة فان انا اقعد مع صاحب الشركة اعرض عليه حاجة جديدة اقول له بص انا هعملك وسويلك فكان بالنسبة لهم اللي هو ايه كان الماركتنج بالنسبة لهم يا اما اعلان تلفزيون يا اما اعلان في الشارع صح يا اما بيلبورد يا اما حاجة كده احط في الجرايد انا مش بقول ان الحاجات دي وحشة بالعكس فاهمة بس ده كان وقتها كل حاجة ليها وقتها وكل حاجة ليها الكلاينتال بتاعها او الناس الناس اللي انت عايز تخاطبها بالزبط كده فان انا اروح اقنع حد عنده شركة او مدير تسويق في شركة بحاجة مختلفة و جديدة وان انا بنسبة كبيرة جدا ان عمري كان نص عمره او اصغر منه مثلا بعشر سنين او بخمستاشر سنة كان الموضوع بيبقى فيه سنة زعر انت ازاي اصلا واقف قدامي بتحاول تقنعني بحاجة زي انت مين اصلا انت عندك قد ايه انت او كان بيبقى فيه حتة كده اللي هو ايه انا ليه اعمل كده انا ليه اما انا كويس انا ليه عارفة اللي هو ايه طول ما الدنيا شغالة طول ما الدنيا شغالة انا ليه اغير اغير من الموضوع بس الحمد لله ببركة ربنا وبركة التيم اللي معايا ودعاء اهلي يعني طبعا احنا وصلنا ان احنا ما فيش بتش دخلناها من بتش يعني منقصة او مزايدة ما فيش حاجة احنا دخلناها غير لما كسبناها من من سنة 2016 وزي ما الناس بتقول اللي بيبتدي كبير بيفضل كبير وطبعا اول ما بتحط في السي في ان انت اشتغلت مع الشركات العالمية انت كل حد بيجي لك يعني فالحمد لله يعني دي كانت ببركة ربنا الحمد لله طيب عايزين بقى نعرف منك يا علي يعني ايه سوشال ميديا اكسبرت بكل تفاصيلها او خبير سوشال ميديا بيعمل ايه الخبير اوكي هديكي مثالين المثال الاولاني مطعم تمام انا دلوقتي عندي مطعم فالمطعم ده لازم يبقى لي تسويق التسويق زمان كان ويب سايت فاكرة زمان كنتي عشان خطط تشوفي المطعم ده او اي حاجة لازم تفتحي جوجل مثلا او تفتحي تشوفي الويب سايت بتاعه مظبوط دلوقتي وساعتها اللي ما كانش عنده ويب سايت ده يعتبر المطعم كائن لم يكن حدوش معروف حدوش عارفه غير بقى لو واحد دراحه وقال له ده كان حاله ووردوف ماوت او اللي هو ايه بقول له صحابي بالظبط فاهم حاجة كان الويب سايت دلوقتي اهم حاجة انتي لما تيجي تشوفي مطعم بتفتحي فيسبوك تفتحي واتو ايت تفتحي واتو ايت الغلابة تفتحي واتو ايت تفتحي مثلا ايه تفتحي اي حاجة من الصفحات دي عشان خطر تشوفي مثلا ايه الناس بتقول ايه ايه على المطعم تفتحي الفيسبوك بتاعو تشوفي الريتنج تفتحي الانستجرام تشوفي الصور مثلا تشوفي عنده كم فرع تشوفي الحاجات دي كلها على صفحات السوشيال ميديا صح حلو انا دلوقتي لما خش على صفحات السوشيال ميديا دي لازم تبقى شكلها حلو لازم تبقى الصور بشكل معين لازم اكون مثلا لو المكان ده على البحر مثلا لازم اورين المكان ده على البحر يا اما هخسر ناس كتيرة جدا بتفتح تبص ايه ده الصور مش حلو بتبين كل مميزات المكان بالزبط كده اوكي ابين السعر ابين ده على حسب بقى انا عايز ابين السعر ولا ابين مثلا ابين السعر ابين هو غالي ولا رخيص في طرق بقى من غير مقول السعر ابين شكل الاكل ابين مثلا هو لو هو لبناني ممكن ازود مزيكة لبنانية في الفيديو ممكن اعمل فيديو لذيذ ممكن اعزم انفلوانسرز ممكن اعزم ريهام ممكن يعني ممكن اعمل لقطات كده الحاجات دي كلها احنا بقى بنحطها في زي خطة خطة تسويقية وبنقدم الخطة تسويقية دي مثلا للمطعم او لصاحب المطعم او مدير التسويق ساعاتها بناخد يعني بناخد وندي مع بعض كده لحد ما نوصل لأحسن خطة بعدها بنبتدي بقى ننفذ الخطة دي على الارض الواقع يا اما بقى محتاجين تصوير يا اما محتاجين تصوير فيديو يا اما محتاجين بقى ديزاين يعني ايا كان بقى الخطة محتاجة ايه بنبتدي ننفذها بنعزم ناس مشهير نبتدي ننفذ الخطة ونعملها بالشكل ده انا كده حكيتلك على مطعم على ريهام مثلا تمام ريهام مزيعة فعلى صفحات تواصل اجتماعية بتاعتها مثلا ممكن تنزل اجزاء من الحلقات ممكن تنزل مثلا ايه اوتفت اوف دي دي او مثلا ده اللي هلبيسه النهاردة خلي بالك الناس بتحب الحتة دي جدا للاشخاص بيحبوا يحسوا انه هم موجودين في الحياة الشخصية شوية بالزبط وممكن مثلا يا سلام بقى لو ريهام حطت تو اوتفت سواء سألة الجمهور اختار اني واحدة فالجمهور حس انه هو بيختار لريهام اللي هو لا اختاري الاوتفت التانية فريهام فعلا لبسة الاوتفت التانية دي وراحت كسب الجماهيرية قوية جدا بحاجة بسيطة جدا فالحاجات دي كلها برضو بتتعمل في خطة تسويقية تتعرض على ريهام ريهام والله ايه ده فكرة لذيذة لا ممكن نزود كذا ممكن نعمل كذا ساعتها الدنيا بتتزبط بالصفحات التواصل الاجتماعي بتاعت ريهام بتتعمل بالشكل ده اوكي وساعتها طبعا الفولورز بتوع المطعم او ريهام بتزيد طبعا ده اساس اي حاجة تسويقية انه الشكل يبقى حلو فده يسمع في الفولورز فيسمع في مثلا ايه ارادات اعلى بيسمع مثلا ايه ناس بتفرج على البرنامج اعلى مثلا في المطعم السيلز بتزيد او الارضات بتزيد طيب ايه نصيحة اللي انت ممكن تديها لحد بيبتدي لسه صفحته على السوشيال ميديا مثلا مثلا فلان بيبتدي صفحة على الانستجرام والصفحة دي معلاش لسه ولا فولور ولا اي حاجة وبيقدم مفيد للناس اول واهم حاجة ان انت تدرس ما تخشش وتروح ايه مجرب كده وجات جات مجاتش مجاتش زمان كان ينفع كده زمان كنت ممكن اقولك ايه خبطي كنت ممكن اقول اي حد قعد خبط والدنيا هتظبط بس دلوقتي اقدر اقول الموضوع بقى دراسة يعني خش ادرس الموضوع مش هياخدك مثلا ايه نص ساعة في اليوم ان انت تشوف مثلا ناس تانية بتعمل ايه تشوف المنافسين بيعملوا ايه تشوف مثلا ناس برا مصر بيعملوا ايه تشوف ناس جوا مصر بيعملوا ايه اعمل كده ادرس دي اول حاجة بعدين بلان اعمل خطتك وبعد ما تعمل خطتك والله يعني قدرت تروح لخبير تسويق اعمل كده قدرت تروح لخبير تواصل اجتماعي اعمل كده ما عرفتش حاولت تعمل الخطة بشكل ما اللي هي يناسبك وساعتها نفذ على طول طب انت بتقولي ادرس يدرس ايه دلوقتي كل حاجة موجودة على الانترنت يدرس في حاجة اسمها الاجوريثم او بالبلدي كده يعني ايه ازاي ازاي الفولويرس تزيد او ازاي الصفحة بتاعتي تظهر للناس وامتا تظهر للناس واعمل بوست امتا او انزل البوست امتا يعني الساعة تمانية الصبح ولا تسعة بالليل ولا ستة بعد الظهر ولا اتنين بعد الظهر ويوم ايه؟ انهي يوم انا زل كل يوم ولا مرتين في اليوم يعني ادرس الحاجات دي الحاجات دي كلها بتفرق من شخص لشخص وزي حاجات انا ممكن اعرفها وادرسها من على الانترنت طبعا فيه كورسز ممكن تتاخد فيه يعني فيه حاجات كتيرة جدا ممكن تتعامل ومعلومات كتيرة جدا موجودة على الانترنت ببلاش وفيه حاجات ممكن تتعمليها كورسز مدفوعة يعني فيه حاجات بتتاخد في ايو سي انا بدي كورس اصلا كورس بيبا اونلاين كل من 3 ل 6 شهور بتفرق من كل حد لحد الموعيد دي مثلا ممكن مثلا ريهام بالنسبة لها ساعة 9 بالليل ده احسن وقت تقدر تجيب فيه فولورز وتجيب فيه لايك وتجيب فيه كومنت يعني بيبقى من بروفايل شخص لبروفايل شخص تاني مش ان ده وقت الناس مثلا بتدخل على السوشيال ميديا بعد الشغل مثلا على حسب بروفايل كل واحد صحة مليون المية مليون المية والحاجات دي تبقى موجودة برضو على انستجرام وموجودة على تيك توك وموجودة لسه ما نزلتش على هترادز طبعا بس يعني في الابديتس الجديد بتاع هترادز اكيد هتبقى موجودة بس بيقولك يعني في الساتنجز بتاعت انستجرام بيقولك الفولورز بتوعك والله احسن وقت الفولورز بتوعك اونلاين من الساعة 9 ل 12 مثلا او من الساعة 6 ل 9 او من 3 ل 6 بيديك زي علامات يقولك احسن موعيد طيب هل فيه تدرج وظيفي في السوشيال ميديا زي في الشغل العادي في الحياة الطبيعية ولا لا طبعا يعني الوظيفة السوشيال ميديا طبعا من من اول 2010 وهي بتاعت تزيد بطريقة فضيعة يليها طبعا شركات السوشيال ميديا شركات السوشيال ميديا بتاعت تزيد بقى من من 2012 من 2012 بقيت الترند بقى يعني ان 3 تربع الناس بتحول تفتح صفحة التواصل الاجتماعي حتى مش صفحة التواصل الاجتماعي شركة ادارة صفحة التواصل الاجتماعي وده ودي حاجة حلوة دي حاجة حلوة ان ابتدى يتخلق عشغلانات كتير يدن وابتدى يبقى فيه زي كارير باث يعني ابتدى يبقى فيه يعني الشركات بتاعت تكبر وابتدى البودجيتس تزيد والتمويل يزيد في الشركات دي والناس بتاعت تركز في صفحات التواصل الاجتماعي عشان خاطرها بقت يد قوية جدا لأي شركة يعني لأي شركة بس الشخص بقى اللي بيشتغل الأفراد هل هو بيحصل له زي ترقييات زي في الحياة الطبيعية في الشغل ولا هو بيجي على شغلته وبيفضل مستمر فيها طول الوقت لا طبعا دي اهم حاجة اصلا في اي شغل ان الواحد يبقى فيه ترقييات يعني انت ممكن تخش تبقى مسك اكاونت واحد تبتدي تمسك الاكاونت الثاني تمسك الصفحة الثالثة تبتدي محتاج تيم معاك ان انت هتمسك مثلا ايه اربع خمس صفحات محتاج تترقى خلاص هتبقى دايركتر هتبقى مدير الشركة لا زي اي شركة تانية ان انت بيبقى عندك تدريج وظيفي ان انت ترقييات لحد ان شاء الله تبقى شريك في الشركة اللي انت بتشتغل فيها يعني زيها زي اي شغلانة عادية في الحياة طبعا طبعا طيب سؤال بالنسبالي يعني نفسي الاقيله اجابة وانت هتقدر تساعدني ساعد بتدخل على صفحات على السوشال ميديا على اي بلاتفورم مثلا تيك توك انستجرام فيسبوك وبتلاقي ان مفيش محتوى نهائي بيتقدم ورغم دا بتلاقي كم متابعين مهول بعدين انا عاد ادعبس 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 ابص ايوة يعني هو الرجل دا او الستة دي بيعملوا ايه مش تلاقي حاجة بس بلاقي كم ناس عاملين لهم متابعة مش طبعية دا ايه دا جزء من حتة الانترتينمنت او يعني هي دا يرجع على اسوقنا احنا غصبا عننا واحنا عارفة لما الواحب يبقعد على المخدة بالليل وقعد بيفر على التليفون انت غصبا عنك مثلا بالليل مش هتكوني بتدوري على محتوى يعني انت مش دماغك وانت بتنامي بس يا علي الكوميدي بالنسبالي محتوى يعني لو حاجة بتضحك دا محتوى على فكرة خلي بالي الكوميدي بالنسبالي مش الكوميدي بالنسبالك مش الكوميدي بالنسبال العم محمود مش الكوميدي بالنسبال2000 داكتور يوساف يعني كل واحد مع اختلاف السن واختلاف الاعمار يعني انا بالنسبالي مثلا كان في فترة اللي هو هاي ايه اللي بتحصان على تيك تاك دي يعني إزاي يعني في واحدة مسلا انا حاليا عامل لها手抵 ويتموتني دا أحكي بس في Others لما كانش بالدحكني ام أسراء لو انتي عارفاها اللي هي بتعمل فيديوهات في حتة تانية خلص طبعا بقى نختلف او نتفق ايو السيا علي انا مكلمك في فيديوهات اللي هو واحد مثلا بيغني غني مثلا فنانين وهو البروفايل بتاعه كله عبارة انه هو بيبقه وبيعمل حركات انت مش هتزهق من ده ازاي عندهم ملايين المتابعين برضو ترجع للزوء يعني في فئات بتتفرج على الموضوع ده وفي فئات عجبها الموضوع ده زي في قنوات قنوات مش يعني فيه ناس مختلف الاراء عليها بس فيه ناس بتقول اه ده بتقدم محتوى فيه ناس بتقول ما بتقدمش محتوى يعني لو لا اختلافها الازواق لا بارة الساعة انت بقى تمسك بروفايل من دول تعملهم تشتغل معهم والله لو لو ينفع لو فيه محتوى او حاجة هادفة لا هو زي الاهداف اللي انا بشوف عزين يعني هحتاج ابص على على الصفحة قبل ما اخد اخد قرار طيب بما انت خبير في السوشال ميديا ايه رأيك في الخناعة والصراع اللي حصل من ساعة ما ثريتز تلع انا شايفها حاجة جدا 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 ان ثريتز دي تلعت ان بقى فيه منافسة لتويتر يعني انا فاكر زمان فيسبوك كان يعتبر منافس لتويتر وبعدين لما فيسبوك ابتدى يركز على الصور والفيديوهات اكتر والمحتوى اللي بيتشاف اكتر ما بقاش فيه منافس لتويتر وبعدين ابتدى يدخل حتة التريندنج ناو على فيسبوك عرفها لما تدوسي السيرتش يطلع لك الحاجات التريندنج او اللي معمول لها سيرتش كتير وبعدين مع مؤخرا لما ايلون ماسك اشترى تويتر فابتدى يبقى فيه كل فترة كده يحصل اوبديت في فيسبوك اوبديت في انستجرام تحيس ان احنا قربنا لتويتر وثريتز تلعت يعني انا مش عارف اخر ارقام بتاعت النهارده ما تبعتهاش بس اللي انا فاكره كان 10-15 مليون يوزر ويلد وايد في خلال كام يوم يعني فدي ارقام مرعبة طبعا يعني بتاعت لي تويتر بتاعت حساباتها دلوقتي انها تبتدي تركز عشان خاطر بقى ليها منافس قوي جدا في السوق تفتكر ممكن تقضي على تويتر نهائيا والله كل حاجة وردة كل حاجة احتمال تحصل يعني يعني احنا بلوك باستر قفلت في يوم الايام وكان الناس كلها كان بالنسبال لها بلوك باستر ده اللي هو كان نادي الفيديو في امريكا ده كانت اكبر حاجة ممكن تحصل ده والناس كان بالنسبال لها اللي هو مستحيل ده يقفل بس الناتفليكس قضع عليه قضع عليه تماما يعني وما كانتش فترة زمانية كبيرة قفلت فتويتر لو ما ركزش عم ايلون ماسك لو ما ركزش في الستراتيجي بتاعته شوية هو ممكن يلاقي نفسه بيقف تماما طيب علي قول لي ايه هي خطتك اللي جاية على السوشيال ميديا والله انا ان شاء الله الفترة الجاية هفتح شركة في الامارات هفتح تخدم على الشركة اللي في مصر معاشا الخاطر يبقى فيه زي منصة برضو ادخل عملة من برا مصر ادخلهم السوق المصري طبعا من ناحية بكبر الشركة ومن ناحية بدخل العملة صعبة على مصر يعني مش هقولنا انا البنكز بس كل واحد يحاول برضو بحاول نعمل الحتة اللي تساعد وهاكمل في المحتوى الشخصي بتاعي الحاجات اللي بعملها على تيك توك وعلى انستغرام اللي هو بحاول اساعد الناس اشرح لهم يعني ثريتز مثلا لو كلامنا في اخر كامي يوم افرجهم على حاجات جديدة مثلا في مصر وبر مصر اشرح لهم ازاي يقدروا يستغلوا صفحات تواصل الاجتماعي بتاعتهم لان هي تفيد تفيد الخطط بتاعتهم وتفيد حياتهم بشكل عين طيب يعني يا علي النهاردة ان احنا طلعنا بينك بثلاث حاجات هقولهم لك انا بقى اول حاجة ان الاهل مش شرط ان هما لما يلاقوا ولادهم عايزين يعملوا حاجة مختلفة ما يعرفوش عنها اي حاجة وممكن يكونوا برضو وقتا مش مقتنعين بيا ان هما يعني يدوا فرصة لولادهم ان هما يكتشفوا نفسهم وان هما يعملوا حاجة مختلفة ده اول حاجة تاني حاجة طبعا علمتنا كتير عن مصطلح خبير السوشال ميديا وثالث حاجة ان انت في سن صغير جدا عرفت ان انت توصل في حاجة انت بتحبها في اماكن كويسة جدا وهيلة جدا عن الشغل التاني ان انت ما كنتش حابه فانا فعلا بشكرك النهاردة وانت مثال لشباب كتيرة جدا المفروض ان هما يحتزوا بيك علشان بينت لنا حاجات كتيرة جدا ممكن تكون بتعلم منها ناس كتير قوي شرف ليه مرسي زوائك والله وانا مبساطة جدا يعني وما ترددتش لحظة يعني ان انا اجي معاك يا ريهم وعلى ترينز ويعني اشكرك كلكم مرسي علي قوي ونورتنا تانيكيو وبكده تكون خلصة حلقاتنا نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في نفس المعاد باي باي